السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في عمليات الفصل في من حيث تصميم الأجهزة حقيقة في بعض المعلومات المهمة جدا التي لا بد من الانتباه إليها تحتمد عملية الاستخلاص بالليكويد على العملية الأولى هي العملية الثانية هي بالنظر إلى المكسين بنجد بأنه كمية المكسين المطلوبة لأداء عملية تعتمد على اللزوجة ما بين السولفن واللزوجة للسولفن واللي الفيد وأيضا الانترفيشن تنشن ما بين السولفن والفيد هذه الخصائص مهمة جدا لتحديد كمية المكسين المطلوبة أيضا كل ما كان الفرق في المكسين في الكثافة ما بين السولفن والفيد كل ما كانت كمية المكسين المطلوبة قليلة لكن هناك إشكالية في بعض الأحيان less mixing إذا كانت كمية المكسين المضافة إلى النظام غير كافية نتحصل على large droplets فإذا if this is the feed يكون لدينا this is the solvent large droplets large droplets تعد مشكلة كبيرة جدا لأننا بهذه الحالة نقلل مساحة السطح الفعال وبالتالي نقلل من كفاءة عملية المكسين أيضا إذا زدنا المكسين عن الحد المسموح به قد يتكون لدينا emulsions هي عبارة عن المستحلب هي خلائط ما بين solvent والfeed هذا المكشر لن ينفصل إطلاقا it is very stable it does not settle وبالتالي إذا تكولت لدينا المستحلب كده هنكون فقدنا solvent وكذلك فقدنا الفيد وساءت عملية الا 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 الجانب الثاني وهو في عملية Liquid Extraction هو Settling بعد عملية الميكسن نترك الخليط حتى أنه ينفصل من بعض البعض عملية الانفصال تعتمد على Density Difference وأيضا تعتمد على Interfacial Tension و The Viscosity of the Continuous Face إن كانت الفرق في الكثافة كبير بين Two Solutions تحدث عملية Settling بسهولة إن كانت Interfacial Tension عالي تحدث بسهولة لو كانت ال Viscosity لContinuous Face كبيرة تحدث عملية Settling بصعوبة أيضا تعتمد عملية Settling على The Amount of Mixing لأننا إذا زدنا الميكسن هنتحصل على الإمالشن لن نستطيع أن نفصل بسهولة إذا عملنا Less Mixing هنفصل بسهولة لكن كفاءة العملية هتكون ضعيفة In Continuous Coulombs Settling Section are provided as part of the extractor أو as a separate piece of the equipment where the settling takes place